طيب أنا مش هبدأ بقى النهاردة الحلقة واتكلم عن المنضيال خلينا نبدأ ونتكلم عن نفسنا تكلم عن مباراة الأهلي وغزل المحلة اللي ان شاء الله جاية خلاص على ملعب يعني الغزل واللي هتكون بإذن الله يعني خلال يومين يوم الأربع تحديدا وحنتكلم كل يوم لغاية يوم الأربع عن المباراة اللي هي مباراة مهمة للغاية يعني مش هازم تركز بس مع بعض الأخبار كمان متعلقة بما يحدث في المحلة لأن الفترة اللي فاتت دي واليومين اللي فاتوا ناس كتيرة جدا قاعدت تتكلم عن موضوع المدرب رحيل المدرب المحلة اليوناني رجع تاني وعودته مرة تانية ناس كتيرة قاعدت تقولك طب هل ده هيأثر ولا لا احنا أهم حاجة أعتقد الفترة اللي جاية نحنا نركز على أولويات المرحلة والتركيز على دعم الأهلي ولعبتنا احنا مش عايزين نشغل بالنا خلاص بأي منافس طبعا بند احترام لكل منافس يعني انشغال الجماهير بأخبار الفرة الأخرى بس ده اللي أنا عايز أقوله أعتقد أنه هو شوية بيشتت الناس بيشتت اللعيبة يعني بشكل كمان غير موباشر ممكن يأثر خليني أقول لحضراتكم على تركيز اللعيبة كل حاجة بتوصل احنا عايزين كل تركيزهم في الملعب ويكون وبس لازم الجماهير تتأكد كمان أنهما نبض الشارع نبض يعني اللعبين دعموهم بيكون مهم جدا وليه مفاول سحري جدا وإنه أي حاجة بتتصدر حتى على السوشال ميديا خلي بالحضراتكم بتوصل فإحنا عايزين نركز أوه الفترة اللي جاية ومش مهم بقى إيه اللي بيحصل مع المنافس زي ما أنا كنت بقول على كل حال ده برضو عشان الناس تبقى يعني ما تفهمنيش غلط أنا بقول نركز مع فريقنا فقط لكن ده ملوش علاقة أن أنا أقول أن الفرق التانية مستواها قليل أو أن احنا مش هنشغل بالنا بالفنيات بتاعهم لا مش ده المقصود المقصود الخاص بالأخبار وفقط كل الاحترام أكيد لكل المنافسين ده مبدأ الأهلي على طول ده اللي احنا بنتكلم بشأنه لكن احنا بنوضح تاني الصورة للجماهير وحنأكد على هذا الكلام عشان نتجنب هنا أي سلبيات يعني توقعنا فيها بقى أو وقعنا فيها كمان الموسم اللي فات اللي احنا نتمنى بالمناسبة لو ما يتكررش تاني يعني لأن أثرت بشكل كبير جدا على اللاعبين بتوعنا وكان بشكل مباشر وكان بشكل غير مباشر بصراحة احنا نحتاجين نكمل على الدفع المعنوية اللي عندنا واللي عند لعبتنا بعد الفوز في أربع الحمد لله حد دلوقتي متشاط متتالية وتصدر جدول الدوري يعني بإذن نكمل بقى المسيرة بالفوز على المحلة وبالمناسبة برضو لو هنتكلم شوية هو فريق فعلا بيقدم كورة ممتازة الموسم الحالي تحديدا هو عنده بنكونة لعبين يعني ممتازين واحتل دلوقتي هنتكلم برضو بلغة الأرقام واحتل المركز التاني حتى هذه اللحظة يعني أنت عندك لقاء أكيد في الأول وفي الآخر مهم جدا ممتع جدا فكل التوفيق للاعبتنا وحنتكلم بالتفصيل على كل حال يعني في الفقرة الحوارية سوف نلعبتنا